هنة لالتقاط الأنفاس لتفقد أثر الحرب وتكلفتها على إسرائيل عسكرياً وأخلاقياً وعلى غزة إنسانية لأول مرة منذ 48 يوما يستمع أبناء غزة لصدى أرواحهم وإن أرهقتها الحرب دون تشويش من طائرات مسيرة أو حربية ودون سطوة لأصوات الموت المرجوج بالمدفعية يسحب الاحتلال الإسرائيلي آلياته من عدة نقاط شمال ووسط مدينة غزة فاراً من واقع هزيمته كاشفاً عن أثر وحشيته وما خلفه من دمار وجرائم إبادة لم يشهد التاريخ مثلاً لها وفي سجون الاحتلال فصل آخر لانكساره وهو يرسل نحو 39 أسيراً فلسطينياً من الأطفال والنساء إلى الحرية مرغماً لا مخيراً يقابلهم 13 من رهائنه المدنيين أما جنوده الأسرة فبهم تصنع المقاومة نصرها الأكبر بتصفير السجون الإسرائيلية من الفلسطينيين انقشع دخان الحرب مع لحظات الهدنة الأولى وإن كان بشكل مؤقت ومعه تكشفت ملامح الكارثة الإنسانية في غزة هذه أحياء كانت تعج بالحياة أضحت أثراً بعد عين يخيل إلى الرائي أن زرزالاً هد أركانها وغير ملامحها حتى عجز صاحب الدار أن يميز حطام بيته هنا كنت أسكن أو ربما هناك يقول أحدهم ما عد في الأمر شيء مختلف كل المنازل أصبحت تشبه بعضاً فالركام لا يختلف عن غيره في شيء يندفع الآلاف قوافل وجماعات من مناطق النزوح في جنوب القطاع إلى مواطن السكن في شماله حيث ظلت أرواحهم معلقة بالأرض وتأبى أن تهجرها وإن كانت حطامة وهو ما يخشى الاحتلال أثره على مخطط التهجير الأمر الذي دفع جنوده لإطلاق النار باتجاه العائدين يعود الفلسطينيون لينتشلوا من ظل عالقاً من أهاليهم تحت الأنقاض وسرقة لحظات من الهدنة لدفنهم وربما للملمة ما بقي من أشلائهم المتناثرة وقد عجزوا عن جمعها أو تمييزها عن غيرها من الأشلاء هنا يعود الناس إلى أرض كانت قبل لحظات محرقة موت وهم بذلك يفشلون ما أريد لهم من تهجير وإبعاد قسري من أرضهم لكنهم يقولون سنبقى فيها وإن كانت رماداً اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر